الممثلة التراجيدية العراقية صامر محمد ولدت سنة 1955 بمدينة الموصل بالعراق يبلغ عمرها حالياً 69 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1968 الحالة الاجتماعية متزوجة ولديها ابنة تدعى زهراء عادل عباس الممثلة العراقية فوزية حسن ولدت سنة 1955 بمدينة الناصرية بالعراق يبلغ عمرها حالياً 69 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1972 تزوجت سنة 1990 من حسين محمد رشيد ولديها منه ولد يدعى سنان الممثلة العراقية برائز بيدي ولدت سنة 1995 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 29 سنة بدأت مشوارها الفنية سنة 2020 الحالة الاجتماعية متطلقة الممثلة العراقية ساندي جمال ولدت سنة 1995 بمدينة حمصة بسوريا يبلغ عمرها حالياً 29 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 2019 تزوجت سنة 2023 من الممثل العراقي أحمد الخفاجي الممثل العراقي غالب جواد ولد سنة 1974 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمره حالياً 50 سنة بدأ مشواره الفني سنة 1997 وهو زوج مقدمة نشارات الأخبار سفانة في قناة الشرقية ولديه منها ابنة تدعى صوفي الممثلة العراقية عبير فريد ولدت سنة 1972 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 52 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1979 الحالة الاجتماعية متزوجة ولديها ولد يدعى حسام فريد الممثل العراقي عبدالستار البصري ولد سنة 1947 بمدينة البصرة بالعراق يبلغ عمره حالياً 77 سنة بدأ مشواره الفني سنة 1980 الحالة الاجتماعية متزوج ولديه ولد يدعى محمد الممثل العراقي الممثل العراقي محمد أياد ولد سنة 1988 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمره حالياً 36 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2020 الحالة الاجتماعية غير متزوجة الممثل الكوميدي العراقي زهير محمد رشيد ولد سنة 1959 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمره حالياً 65 سنة بدأ مشواره الفني سنة 1982 1982 الحالة الاجتماعية متزوج ولديه ولد يدعى عمار زهير محمد الممثلة العراقية سولاف جليل ولدت سنة 1984 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 40 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1996 تزوجت من الممثل الكويتي حسن إبراهيم بلام ثم انفصلت عنه بعد شهور من الزواج الممثل والصحفي العراقي علاء الإبراهيمي ولد سنة 1977 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمره حالياً 47 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2019 الحالة الاجتماعية متزوجة الممثل العراقي طه المشهداني ولدت سنة 1984 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمره حالياً 49 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2006 الحالة الاجتماعية متزوجة الممثلة العراقية نجلاء فهمي ولدت سنة 1984 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 40 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1998 وهي طريقة اللاعب نور صبري ولديها منه بنت تدعى حرير وولد يدعى رنس الممثل العراقي علي عبد الحميد ولد سنة 1984 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمره حالياً 40 سنة بدأ مشواره الفني سنة 2007 الحالة الاجتماعية متزوجة الممثلة العراقية فوزية عارف والتي مثلت دور الست وهيبة ولدت سنة 1945 بمدينة بغداد بالعراق يبلغ عمرها حالياً 79 سنة بدأت مشوارها الفني سنة 1983 وهي زوجة الممثل والكاتب والمخرج سامي عبد الحميد ولديها منه بنت تدعى أسيل ترجمة نانسي قنع المثل ترجمة نانسي قنع المشيح ترجمة نانسي قنقر